تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من مدينة النوطية وتحديدا من منزل الدكتور يوسف حمزي للحديث معه حول آخر تطورات فيما يتعلق بالنفط والغاز اللبناني وفي قضية ترسيم الحدود وحاول ما إذا كان لبنان واللبنانيين خضعوا بما يتعلق بالنفط والغاز أم أن الحقيقة هي فقط مماطلة وكل ما سمعناه على وسائل الإعلام وعلى الشاشات وكل الفرح والابتهاج لفرح ما فيه من بعد ترسيم الحدود هو رح يصبح بيوم من الأيام حقيقة أم لا دكتور يوسف الخبير بالنفط وتقسيم الحدود وأيضا الخبير بالأبار الجوفية وبباطن الأرض والمياه بدي رحب فيك عبر شاشة صوت بيروت انترناشنال وقبل ما بلش حواري معك بدي شير للمشاهدين إلى أنه من عبر صوت بيروت انترناشنال وببقى سابق يعني بأشهر من ترسيم الحدود ومن توقيع الاتفاق اتفاق ترسيم الحدود كنا قد أجرينا مقابلة مع دكتور يوسف حمزة وقال أنه هذا الاتفاق ما رح يكون كما يرضى به اللبنانيون يعني بهذه الصيغة خبرتنا اليوم رجعنا لك على هذه النغمة وعلى هذه السنفونية اللي عم يسمعوها اللبنانية اللي عم نأكد فيها حكيك وكلامك توقعت في وقت سابق ويبدو أنه التوقع صار صحيح نعم أنا أساز مدت الإنشاءات البحرية بالجامعة اللبنانية بناء على عندي هالمعلومات الكاملة ابتداء من سايكس بيكو اتفاقية سايكس بيكو لقسمت لبنان لحدود بين لبنان وفلسطين بالنقطة التي تربط البحر بالبر وهي النقطة بي وان بي وان هي منحنية نزولا إلى الناحية الجنوبية الغربية وبذلك إسرائيل قامت فرفعت الخط النقطة بي وان إلى 34 متر نحو الشمال وبذلك بدل ما يكون الخط المتصل بالبر جنوبا اتجه شمالا وغربا بناء عليه خسر لبنان هذه المساحات الهائلة من المساحات البحرية الغنية بأبار الهايدروكربون بما يخص الإسرائيليون هم يماطلون دائما من يحصل على فلسطين كلها فلنتحدث بكل جرأة من يحصل على فلسطين كلها ويتنازل الحكام العرب ويعترفونها بإسرائيل كدولة معظمهم وليس كلهم فبناء عليه لن يقف أحد مع اللبنانيين إلا اللبنانيين والمقاومين الشرفاء سواء كانوا من كل الطوائف اللبنانية وبأي طريقة في النظام نعم لقد خدعوا اللبنانيون وذلك لأن الإسرائيليون بضغط أمريكي مفترض لكنه وهم بحجة أن الأوروبيون بحاجة للنفط في هذا الوقت وكمية النفط ستصل إلى أوروبا تعويضا عن النفط الروسي فهل يا ترى بهذه السرعة حيصل النفط في الشرق المتوسط إلى أوروبا فهو بحاجة إلى وقت طويل وليس حاليا بناء على ذلك كنت أعرف الخدعة منذ ذلك الوقت التي وقع بها فخامة رئيس الجمهورية السابق والذي كان يريد نصرا سريعا ولتعويما لسهره النائب مرسيل جبران مرسيل يعني فينا نقول أن الخداع هو نتيجة ضغط من الضغط أمريكي مثلا لأن الأوروبيين والأمريكان وأدول الأوروبية بحاجة لأن نفط وما بيقدروا يحصلوا عليه من الجانب اللبناني حكما بدون يحصلوا عليه من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني فهل هذه الخديعة هي نتيجة ضغط؟ وهل هذا التوقيع السريع نتيجة ضغط أمريكي؟ أوهم اللبنانيون بأن الأمريكيون يضغطون على إسرائيل لنكن صارحين فوقعوا الاتفاقية بسرعة لأن هناك مرائب شخصية لها اللبنانيين الذين وقعوا أما بخصوص المقاومة فخدعت أيضا المقاومة بناء لحليفها وتوقيع حليفها فخامة رئيس الجمهورية ووضعت نفسها وراء الحكومة اللبنانية وهذا كان خطأا تاريخيا لأن المقاومة لا يمكن ولا يمكن أن تكون حليفة لنظام رئيس مالي طائفي مذهبي قذر نعم قبل ما فوت معك بالخرايط وقبل ما نحكي بالوثي ونوضح للمشاهدين ونشح لهم عبر الخرايط وفد الفرنسة وفد شركة التطال عطي وعد لرئيس الحكومة حكومة تصريف العمل ناجيب ميقاطي وأيضا لوزير الطاقة وليد فيات عطي وعد أنه بمطلع الـ 2023 لحيكون الشركة بأنميها اللبنانية وعم تتنقب وتشوف إذا فيه بالفعل نفط وغاز هل هذه الحقيقة أو هذا الوعد سيتم الإفاء به أم أنه سيكون بجرار المماطلة؟ هو في جرار المماطلة شركة التطال كانت موجودة في لبنان واللبنانيون هناك جزء كبير من اللبنانيون ما زالوا يعتبرون أن فرنسا هي أمهم الاستعمارية الحنونة هي ليست استعمار يعترفون بأنها هي أمهم الحنونية ولا يعتبرون نفسهم جزء من الأمة العربية ولكن الآن يعتبرون أنفسهم عرب ولأنهم يسعون وراء الدولار الخليج إذن ما حصل هو مماطلة وتسويف للعب على الوقت فبينما كان الإسرائيليون يسحبون النفط من حطلنا اللبناني اللي اسمه كريش أنا ما أود أن أقوله هنا كان يجب أن تفرض في المعاهدة لن شرط لا يسمح لتنقيب النفط من كريش إلا حينما يبدأ التنقيب من توتال بالحقل تسعة بحقل كانت تسعة لأن الإسرائيليون خادرون طيلة حياتهم وهم سبقوك أتدري من أين يسحبون النفط من كريش أو ليس كريش مشتلاك مع تسعة وغيره ومع عشرة نحن شعب ما زلنا نعتمد على العمالة الغربية للأسف الشديد إذن نحن نعم خدعنا وتولتها الموجودة سابقاً والفرنسيون يعرفون بأن النفط بالحقل رقم أربعة الذين حفروا فيه هو موجود هذا نفط موجود وقد اكتشفه سنة 1956 بواسطة البحيثين العلميين من الجامعة الأمريكية اللبنانية خليني نقول أنه إسرائيل لما أبلغوا أجانب اللبناني بالعمل وبالمباشرة العمل بحق الكريش أجانب اللبناني كان متفهم ذلك بحجة أنه خلص توقيع جاري أو ساري المفعول ونحن خلص ما حنوقع بس ليه مثلاً ما حطوا شرط أنه طوطال تكون كمان بمباشرة التوقيع تكون الطوطال كمان عم تباشر العمل بحقل اللبناني وعلى الأقل ربما اليوم تنفذ وعودة وعودة التنفيذية على الأقل شركة طوطال هي من الشركات التي تحكم العالم من يحكم العالم؟ هذه الشركات وهذه الشركات كلها هي خاضعة للمحفل الصيوني والمسوني العالمي إذن هؤلاء الشركات يملأ عليهم من بلادهم عن طريق الإملاء المسوني الصيوني العالمي إذن نحن محكمون في هذه العالم للدولة العميقة العالمية هذه الشركات الكبرى هي تخدم المصالح الصيونية وخاصة إسرائيل قبل ما أختم معك دكتور يوسف خلينا نشوف بس شوية خرايط نشرح شوي الخط بي وان ونحكي عن البلوك رعم تسعة هذه اتفاقية بوليينو كامب سنة 1923 التي تعطي لبنان حقوقه الكاملة في رأس الناكورة رأس الناكورة هيا شوف الخريطة دكتور يوسف خريطة الـ P1 لنرجع للـ P1 هذه النقطة B1 هون نعطي واحدة تانية B1 B1 P1 إذا بتلاحظ الخط بيجي هاك الأزرق اللبناني هو الخط الأخضر حقيقي بيجي هاك وبيكفي هاك وبدو ينزل لأنها بتنزل نزول إذا نزل تنزول ترجيك أنا هون كمانا هذه النقطة تنزل نزول كمانا كله بتلاحظ النقطة بتنزل نزول للترسيم البحري إلى أن وصل لهم إذا هذا الترسيم البحري بيوصل نزول بيصير عندك كريش وجزء من هذه الأبار لك أما الترسيم الذي حصل هو أن يأخذ من رأسنا كورة لاحظ كيف تنزل نزول لأنه في عندك 15 درجة وتعود تطلع لفوق هذا الخط اللبناني هذا ليس الخط اللبناني الخط اللبناني لازم يكون تحت مش بعد يطلع لفوق إذا هذو الخطين وهون خط 860 والخط الرئيسي 310 هلأ إسرائيل عم تبلش بيكاريش ليه هون إسرائيل بلشت بيكاريش بلشت وهذا كاريش والبلوك 9 مشتركين نعم أنت تسحب هنا أحسنت 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 تعطي للبنين حق أكامت للبنين حق أكامت يعني نحن تنازلنا وخدعنا ونعمل كل يعني يعني أخطأنا نعم نحن أخطأنا وذلك لأنه يوجد في لبنان ما يسمى بالسياديين وهم ليسوا بسياديين رح نحصل بيوم من الأيام على النفط والغاس بس كلمان ما نهبط من أحلام اللبنانيين رح ننصل على النفط والغاس ولكن من بعد مماطلة طويلة من بعد عذاب خلينا نقول طبعا سنحصل سنحصل على النفط والغاس وأقولها لجميع اللبنانيين بواسطة المقاومة المسلحة والمقاومة السياسية والعلاقات الخارجية والقانون الدولي وعلى عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية الغاشمة أنا بشكرك دكتور يوسف حمزي الخبير في مجال النفط وترسيم الحدود أيضا في مجال المياه وباطن المياه وباطن الأرض أيضا شكرا دكتور يوسف على هذه المعطيات فإذا بالفعل خدع اللبنانيون بموضوع النفط والغاز بموضوع المماطلة ولكن رح نحصل على النفط ربما بعد سنين طويلة لا لا ما السنين طويلة ستستمر ستستمر لكن على أمل أنه بالفعل لبنان عن جد يتطبق عليه مقولة أنه لبنان بلد نفط ويحظى الشعب اللبناني بالنفط والغاز وتتحسن أوضعنا جميعا من مدينة النبطية وتحديدا من مزل دكتور يوسف حمزي براهيم ضاوى على ميسف بيروت انترناشنال ترجمة نانسي قنقر